السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان متابعة كناة مستر أحمد علي المصري يارب تكونوا بخير وفي أساعة حال الحقيقة الفيديو ده لكل الشباب الناس اللي عايزة تقدم في المدارس العسكرية الرياضية في ناس كتير عايزة تعرف ايه هي شروط التقديم للمدارس العسكرية الرياضية كنا اتكلمنا قبل كده عن هذه المدارس وطبعا في ناس كتير عايزة تعرف شروط التقديم فهقول لحضرتك ان شاء الله شروط التقديم لهذه المدارس أول حاجة يا شباب أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين أن يكون المتقدم لائقا جسديا ورياضيا وذلك باكتياز جميع الاختبارات بيتعمل لحضرتك اختبارات هناك لازم تكتاز هذه الاختبارات يقبل الطلاب الذكور فقط من جميع المراحل لابتداء إعدادي ثانوي يعني هذه المدارس مفيش فيها بنات هذه المدارس تقبل فقط البنين يقبل طلاب المرحلة الابتدائية بدأ من الصف الرابع الابتدائي الذين يتواجدون بنفس المحافظة يعني المدرسة اللي بتقبل من رابع ابتداء الحد تلت سنوي تمام كده يا شباب طيب من الصف الرابع الابتدائي الذين يتواجدون بنفس المحافظة التي توجد بها المدرسة يعني بالنسبة للابتدائي يقدم في المدرسة بتاعة المحافظة بتاعته فقط ويخضعون للدراسة يوم دراسي كامل ويكون المبيت في منزل ولي الأمر يخلص المدرسة بتاعته يرجع في بيته ينام في البيت بتاعة تمام كده يا شباب يقبل طلاب المرحلة الاعدادية والثانوية ويخضعون لنظام الدراسة والمبيت في المدارس العسكرية الرياضية لكن يا شباب أنت في اعدادي أو في ثانوي سيادتك هدبات في المدرسة تمام كده بيبقى في نظام أجازات دي بيبقى راحة لحضرتك تقدر تروح فيها البيت يشترط أن يكتز الطالب القبول طبعا بالاختبارات النفسية والطبية والعلمية والرياضية واختبار القوام والنمط الجثماني والتقييم العام لهو كشف الهيئة تمام كده يا شباب يشترط أن لا يكون المتقدم للالتحاق بالمدارس العسكرية قد تفوصله تقديبا من أي مدرسة سابقة يعني سيادتك هتقدم في مدرسة عسكرية تمام كده ما تكونش سيادتك بقى انفصلت من أي مدرسة تانية تقديبيا غلط ما ينفعش تمام كده مش هينفع تقدم في المدرسة العسكرية يبقى لا يجب أن تكون قد فصلتها تأديبيا لو أنت عايز تقدم في المدارس العسكرية يبقى أن يتناسب عمر الطالب مع المرحلة الدراسية المقايدة في هاسمه وفقا للقواعد المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم في حالة قبول الطالب يمنح فترة 30 يوم كمهلة من المدرسة لإحضار الاستغناء من النادي السابق له إلى المدرسة المنضمة عليها يعني سيادتك لو بتلعب أي رياضة في أي نادي وانضمت للمدرسة العسكرية بقى لازم تجيب ورق من النادي أنه تم الاستغناء عنك وانضمت لهذه المدرسة كما يحق المدرسة إعادة تحويل الطالب في حالة عدم إحضار الاستغناء خلال المدة المحددة في خلال 30 يوم سيادتك ما جبتش الاستغناء من النادي المدرسة للأسف طبعا هتحولك بقى المدرسة تانية أن يجتهز كامل لاختبارات المقررة حسب عمره من أول الكشف الطبي والقياسات النفسية والاختبارات الرياضية والعلمية والمهارية واختبار القوام ونمط الجسماني والتحاليل الطبية واختبار كشف الهيئة تمام كده يا شباب؟ يبقى اجتيازك للاختبارات ده شيء مهم جدا لا يتم قبول للطلاب الراصبين أو للناجحين بملحق في المرحلة الإعدادية والثانوية يعني سيادتك إعدادي أو ثانوي لازم تكون ناجح من الدول الأول عشان تقدم في المدارس العسكرية الرياضية تمام كده؟ ميسس ناق بقى من كان حاصلا على بطولات الجمهورية أو معاك بطولة دولية كشرط تفضيلي وقال يا جماعة قبل كده هذه المدرسة الأفضل يكون معاك بطولة في لعبة فردية زي الجنباز، زي التايكوندو، زي الكاراتي، زي الكونغفو أي لعبة رياضية فردية تكون متفوق فيها ومعاك بطولة لما بتيجي بتقدم بيبقى لك الأفضلية في القبول تمام كده يا شباب؟ ده شروط التقديم للمدارس العسكرية الرياضية المختلفة عشان الناس اللي كانت عايزة تعرف في هذه الشروط ربنا ووفقك يا شباب عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير وما تنساش كمان تفعيل الجرس عشان إن شاء الله يجي لك كل جديد وتشار الفيديو عشان غيرك يستفيد كان معكم مستر أحمد علي وانتظروني في فيديوهات جديدة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته